كيف وصف الوحي الإلهي على فم كاتب العبرانيين مع حدث في البستان يتكلم في عبرانيين خمسة عن عظمة المسيح كرئيس الكاهنة فيقول عنه عدد سبعة الذي في أيام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتدرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه اللي بعدها مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي مدعوا من الله رئيس كهنات على رباة ملك صد المفتاح لللي حصل في بستان جسيماني لماذا هذا الصراع الذي عانى منه المسيح الكلمة هي الألم الذي كان هو يدرك تماما حجمه عندما يعلق على الصليل وبصفة خاصة طبعا الألم أنواع يعني أنت طبيب نفسك كمان في نفس الوقت يعني لما بصل إيه الحال اللي بصل فيها أنه العرق بيتحول لقطرات دم معناته فيه سترس فيه سترس فيه زاهرة معروفة في الطب بسمها التعرق الدموي يعني من شدة العرق بتنفجر الشعيرات الدموية المرتبطة بالغدد العرقية وبتنزل لكن كمان ده المسيح عانى أنه كأنه اقترب من حالة الاكتئاب الشديد يعني نفسي حزينة جدا حتى الموت السؤال ليه ليه هو كان خايف لا مش خايف ده لما جوم يلقوا القبض علي قال لهم أنا يسوع أنا هو سقطوا نعم لكن احنا قدام شخص كله العلم فكان مدرك حجم وهول الصليب اتنين كله القداسة في جانب في الصليب احنا ناس كتير مش قادر تفهمه الصليب مش مجرد المثامير ولا اكليل الشوق الصليب كيف أن المسيح المتمتع بالشركة مع أبيه في كل حياته ستأتي ساعات الظلمة اللي فيها سيترك كإنسان إله إله لماذا تركتان يعني ايه يترك يعني اللهوت يفرق الناس واتلأ لكن يعني ايه يترك يعني هذه الشركة التي لم تنقطع لحظة كان يدرك المسيح أنه عندما ستوضع عليه خطيانا ستتوقف هذه والذي قال في إشعياء 63 دست المعصرة نعم لوحده فكل ده تصور قدامه فكان بيتعصر ترجمة نانسي قنقر